تحت شعار الرياضة العمالية صحة ورفاهية نظمت الاتحادية الجزائرية لرياضة والعمل وبالتنسيق مع رابطة بشار الولائية الطبعة السادسة لماراتون تاغيت بمشاركة خمسين عداء بين كهول وأكابر وإينات ممثلين لـ 12 ولاية يدخل في برنامج عامل السنوي اللي تسرع عليها الفيدراء لرياضة والعمل في كل عام يكون هذا سومي ماراتون على المستوى الوطني والمشاركة كانت حوالي خمسين عداء والهدف رياضي ومن السياحي وترفيه وعلى مسافة 18 كم انطلاقا من قرية بغتي أعطيت إشارة انطلاق الماراتون الذي عرف منافسة قوية بين العدائين وشهد سيطرة مطلقة للعدائين رحوى معطلة من نادي تاغيت والذين قاد السباق منذ البداية لغاية خط الوصول فوتنا هذه المسافة الحمد لله بشكل أنفس وشرفنا البلاد شرفنا دائر التاغيت ويبقى الهدف من تنظيم الماراتون هو التعرف بالمنطقة وجمالياتها خاصة بالنسبة للمشاركين ولأول مرة والذين انبهروا بسحر مدينة تاغيت السياحية إضافة إلى خلق جو التعارف والتنافس بين المشاركين يتم في الأخير تكريم الفائزين بالمراتب الأولى في فئات الكهول والأكابر والإناث كما تم تكريم بعض المشاركين في إنجاح الطبعة السادسة للماراتوني تاغيت ترجمة نانسي قنقر